في تونس هذه المرة تلتأم القمة العربية في دورتها الثلاثين في تونس يجتمع الزعماء العرب بحثا عن سبل مواجهة ما تمر به المنطقة من صراعة وازمت عشرون بندا على جدول أعمال القمة في الصدارة منها بالطبع القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا والصراع في كل من ليبيا واليمن فضلا عن التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية غير أن القضية الأكثر تحديا للعرب في قمتهم بحسب مراقبين تتعلق بالموقف الأمريكي من قضايا المنطقة لسيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي الأخير بشان الجولان السوري فكما استبق ترامب القمة السابقة بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني استبق هذه القمة بإعلان جديد يعترف فيه بسيادة كيان الاحتلال الصهيونية على الجولان السورية المحتلة الأمر الذي يمثل تجاوزا على الحقوق العربية الثابتة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا للأنظمة العربية التي يرتبط أكثرها بعلاقات متميزة مع إدارة ترامب مواقف إدارة ترامب من الصراع العربي الصهيوني باتت تستلزم موقفا عربيا واضحا كما يقول محللون موقفا يشعر ساكن البيت الأبيض أن انحيازه الأعمى للصهينة يضر بالمصالح الأمريكية بل ويهدد أمن الكيان الصهيوني كذلك فمثلا يمكن أن يعلن العرب تجميد مبادرة السلام العربية أو حتى التهديد بذلك غير أن العرب ربما لن يستطيعوا اتخاذ موقف متشدد إزاء ترامب وإدارته التي تبدو ممسكة مع آخرين بخيوط اللعبة الدائرة في المنطقة العربية لسيما مع تأجج الصراعات المسلحة في عدة دول فيها ما يعزز فرضية عجز العرب عن مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل بعض الأنظمة المرتهنة لإدارة من يرسمون قواعد اللعبة السياسية والعسكرية حماية لمصالح خارجية لا تضع مستقبل أبناء المنطقة ضمن أولويتها ترجمة نانسي قنقر